اللي هو موضوع إيه؟ الخوف من عيش تجارب الأهل الصعبة كتير بنورس أولادنا من غير ما ندري مراس الأوجاع فيشرب الأولاد أوجاعنا ومخاوفنا ويبدأوا يكونوا معقدين وتتكون المخاوف دي عندهم كمعتقدات معتقدات عن الحياة وترسم صورة الحياة زي إن الحياة ظالمة وقاسية زي إن محدش يستاهل إنك تبذل عشان نقف هنا شوي إحنا شايفين دلوقتي إوا حد ينكر شايفين انخفاض التفاؤل في نفس أولادنا بشكل عام شايفين إن أولادنا بيتعرضوا لمخاطر بشكل عام مخاطر إيه؟ مخاطر إن هم شايفين إن الحياة دلوقتي حياة مش عادلة ساعات بيعيش أولادنا كتير هذا الشعور والشعور دوت بيجي لي كلام من أهالي كتير وبيسألوني عن الموضوع ده وبتصل بعض الأحايل لمخاطر كبيرة على حياة أولادنا وتفضل تجارب الأهل دي بالنسبة لأيالهم الغرفة المظلمة في حياتهم ساعات الأولاد ما بتحبوش يدخلوا غرفة المظلمة دي بس تفضل فيه غرفة مظلمة زي كده قطت الفران اللي كنا بنكلم العيال عنها زمان